سازن حضرتك نروح للنجمة الكبيرة إلهام شهين أهلا بحضرتك وطبعا بعزيكي والبقاء لله ويمكن وحنا نتكلم عن ملحمة ليالي الحلمية حضرتك كنت موجودة في ليالي الحلمية زهرة طبعا الدور اللي ما ينفعش حد ينساه الراحل صلاح السعداني وكواليسك معاه وصدقتك الممتدة بيب بعزي حضرتك وأهلا بيكي معانا في التسع لا أهمي حظي طبعا صداقة عمره يعني صديقي وأستاذي يعني علاقة فنية وإنسانية عالية جدا جدا سعداني بجد كان يعني صديق للجميع ووجوده في الستوديو كان يشع حالة من البهجة الشديدة يخلينا نحب الوقت اللي بنقضيه في الستوديو من أجمل أوقات عمري بجد وأنا بتور معاه ليالي الحلمية وكان دايما يفاجئني بخفة دمه بالأساسات وبالحزار وبالنقطة وبالإدافات اللي بيعملها للشخصية عايز في من غانب هي الشخصية لن ينساهل الجمهور المصري والعربي للحياة كلها يعني أجمل من قدم شخصية العمدة وإنسانيا هو إنسان مسالم بسيط محب للناس محب لكل زميله بيساعد لكل حالة خاصة جدا يعني صلاحة استعداني حالة خاصة جدا وعلى فكرة شخصية مثقفة جدا 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 يعني فيه متعة في النقاش معاه في أي موضوع في أي مجال فالوقت معاه كنت بقديد حقيقي وقت جميل وأنا شغلت معاه مش بس ليلة حمادة مؤخرا لكن وأنا في بداياتي تماما في مسلسل اسمه البركان اللي هو كان متاخذ عن شيء ملخوب كان إخراج الأستاذ نور الزمرداش ومسلسل وقال البحر اللي هو كاتبه أستاذ بسماء أنا وراء وكاتبه أستاذ فادل والتقينا في فيلم كمان تليبيزيوني مدرسة الحب سلسل أنيس منصور يعني أنا التقيت معاه في عدة أعمال من أهم أعمالي واللي أنا بعتذر بيهم جدا جدا كلهم فرحمة الله علي هو لن ينتهي إنه عايش بالمأكيد بفنه وبالذكريات الحلوة اللي أضناها معه صحيح أنا بشكرك شكرا جزيلا النجمة إلهام شهين على وجودك معينا شكرا جزيلا وبعزيك مرة تاني